اشتركوا في القناة الحلقة 888 من ملك وكتابة المهندس عدل شايف بلها كورة خلينا في الهرتلع للدرجة دي لا ده شملت جميع العناصر والقطاعات في كرة القدر الأول كل سنة وانت طيب وكل تمانيات وانت بخير وكل ثلاث تمانيات يلعب للثلاث تسعات كل سنة وانت طيبين وكل سنة وملك وكتابة لسنة حال جمهور النادي الأهلي وحائط الصد عن النادي الأهلي والمدافع الدائم وعنوان الحقيقة مبادئ تقاليد ونظام وسياسة النادي الأهلي وعنوان الحقيقة دائما إن شاء الله بصفة استاذ إبراهيم أتابع بدرجة بتتزايد وتتنامى كان الأول بعض الظواهر الإعلامية وربطناها بظرف معين وإعلام معين لا حد ما بقت اتجاه وبقت طيار وبقت ثقافة مرحلة ثقافة مرحلة وتجيب اتنين يبدو قال يعني إنهم مختلفين والإتنين بيزوقوا في نفس الاتجاه وواحد يسخن ده على ده وبعدين مش مهم الحقيقة فين مش مهم لدرجة إن الناس بيت تاجر بعلاقتها بنشأتها بعيلتها بتاريخها وتغازل أسبح غزل الجماهير في خطاع منه في جماهير متدايم اللي بيحصل على الفكرة لإنه الحقيقة ما بقاش فيه كلام حقيقي في الكورة النهاردة عايش تشتغل مدرب يعمل كذا واحد اتنين تلات بقى الكاتالوج معروف افتحوا واعملوا حتلاقي لك شغلان وحتلاقي لك مساحة إعلامية كويسة وكل ما تغرق في الغرابة والتطرف وكل ما أرضيتك عند الخطاع أسمح صوته مسموع بتزيد الموضوع لو استمر على كده بوصلنا حتى التزايد في الكلمة في التصريح ولا يستثنى ناس كتير يعني أنت بتشوف حتى مدربين كبار وبتشوف إعلامين كبار لا في إعلامين مسكين نفسهم لسه طبعا لكن طب حيقودنا إليه ما ده بيعمين عن الحقيقة يعني إحنا إذا فضلنا بالطريقة دي سايبين الشغل والاحترافية والحقائق والعمل والتخطيط والقضاء على ظاهر سلبية وعملين نتكلم فيما يرضي القطاع من الشارع هنخش بقى في السينما الهابطة والتجارية دي الفن كل حاجة ما عندنا المناعة بالهابطة بقى لا ما أنت وفعلا في زواهر يندلها الجبين يعني ده كلام مهم موسيقى موسيقى